احنا الآن موجودين زي ما قلت لحضراتكو في شرم الشيخ في يوتال كونكورد السلام اللي بيصديف برنامج صباح الخير يا مصر لكن حننتقل على الهواء مباشرة لزاملنا العزيز كريم بيبرس الموجود في قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ مقر انعقاد المنتدى منتدى شباب العالم في دورته الرابعة صباح الخير كريم والكلمة معك صباح الخير يا حسام صباح الخير يا شازلي صباح الخير على كل مشاهدي صباح الخير يا مصر فعلا دايما احنا في متابعة مستمرة وخاصة لكل الفعاليات اللي بنتابعها سواء كانت بقى في المحافظات أو في المحافظات كمان الخاصة بالإيفنتات الخاصة جدا زي منتدى شباب العالم وتحديدا من شرم الشيخ من أرض السلام فعلا دلوقتي قدام مركز المؤتمرات واللي في ظهر دي قاعة من القاعات المهمة جدا اللي هيكون فيها عدد من الورش التحضيرية النهاردة النهاردة تاني يوم في الورش التحضيرية يمكن من النقاط الهامة جدا خصوصا في الفترة اللي احنا فيها دلوقتي هي جائحة كورونا وتابعات جائحة كورونا خصوصا بعد اللي احنا مرينا به هنا في مصر أول عالم كله مر به أصبح التحول الرقمي والرقمانة بشكل عام هي الأساس اللي بيعتمد عليه كل العالم دلوقتي جزء مهم جدا من الرقمانة كمان هو التواصل عن طريق الانترنت والتواصل بين الأجيال والتواصل بين الناس بعيدة عن هما يكونوا موجودين وجها لوجه قصاد بعض عشان كده المنتدى شباب العالم أطلق التطبيق الإلكتروني بتاعه بعد ما خلصت الحجوزات الخاصة بحضور المنتدى للوفود المختلفة اللي هيكونوا موجودين من 160 دولة مختلفة من الدول الأوروبية من الدول الأسيوية من الولايات المتحدة الأمريكية من الدول الأفريقية كمان أكيد بعد ما أطلقوا الابليكيشن أو التطبيق الإلكتروني فيه إقبال كبير جدا 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 على المنتدى وحضور المنتدى خصوصا بعض الأصداء الكبيرة اللي عملها في الثلاث نسخ السابقة لي الحقيقة إنه عشان نقدر لجنة المنتدى أو الجهة الخاصة بالمنتدى إنها توفر على قد ما تقدر مشاركات وحضور للناس اللي ما قدرتش تيجي بنفسها بعد اكتمال الأعداد يحضروا المنتدى هنا في شرم الشيخ فيه أكتر من نصف مليون زائر للتطبيق الإلكتروني في محاولة لحضور المنتدى فقررت لجنة المنتدى إن هي توفر التواصل عن طريق التطبيق الإلكتروني إنهما يقدروا يتفعلوا مع الندوات ومع ورش العمل عن طريق إنهما يوجهوا الأسئلة الخاصة بيهم لو هم بيشاركوا في ورشة معينة كمان من الورش المهمة جدا هتكون موجودة هي فكرة التنمية المستدامة التنمية المستدامة سواء الخاصة باستراتيجية مصر 2030 أو الدول الإفريقية وقررة الإفريقية 2063 يمكن التنمية المستدامة دي من النقاط المهمة جدا لأنه هو ده اللي احنا بنحاول نطبقه خلال الفترة اللي فاتت هنا في مصر ودي فرصة كويسة جدا جدا للوفود الموجودة الأجنبية وكمان الطلاب المصريين أو الشباب المصريين هما يتبادلوا الثقافات المختلفة وكمان يقدروا يتبادلوا الأفكار الخاصة بالتنمية المستدامة وأنهما يتفعلوا مع بعض وأنهما ينقلوا لبعض الإبداعات المختلفة ويتعلموا من بعض جزء مهم جدا منها وهي طبعا مبادرة حياة كريمة مبادرة حياة كريمة لها جناح خاص داخل مركز المؤتمرات هنا هيتم عرض فيه كل الإنجازات اللي قامت بيه الدولة اللي قامت بيها الدولة المصرية خلال الفترة اللي فاتت انبارح كنت موجود الحقيقة هنا برضو في البرش التحضيرية وتكلمت مع بعض الوفود الأجنبية من جورجيا من أذربيجان من غانا هنا حتى من سلطانة عمان يعني حاولت أخذ أراء مختلفة من قرات مختلفة يعني الحقيقة لما تكلمت معهم كان فيه جزء منهم حضر مبادرة حياة كريمة وأشده جدا باللي هم سمعوه وشافه هي قد ايه ممكن تكون أثرت في حياة المواطن المصري وازاي فعلا انهم يقدروا يستفيدوا من التجربة دي ويتوروها في بلادهم أو في أفكار الخاصة بيهم للتنمية المستدامة جزء كمان مهم جدا بجانب حياة كريمة للتنمية المستدامة هي فكرة الأمن المائي الأمن المائي كمان خصوصا بقى قضية عالمية مش بس قضية مصرية ولكن هي قضية مهمة جدا لأن كله بيسعى دلوقتي لحل المشاكل المائية خصوصا ان بعض الدول اللي بتجور على حقوق يعني جرانها في موضوع المياه بشكل عام ففيه أفكار كتيرة جدا وإبداعات من الشباب علشان يقدروا يوصلوا للحلول دي يمكن كمان جزء مهم جدا من مشاركة الشباب في المنتدى هو فكرة انهم يقدروا يشاركوا بتوصيات ويشاركوا بأراء والأراءة دي فعلا بيتم الاتخاذ بيها والعمل بيها كتوصيات ويتم فعلا منقشتها مع نقطة مهمة قوي مع مين؟ مع كبار صناع القرار والمفكرين ودي اللي بيوفروا فعلا المنتدى هي فكرة التواصل بين الأجيال لسد الفجوة الشباب يقدروا يتواصلوا مع صناع القرار مباشرة لعرض الأفكار وعرض المشاكل وعرض الإبداعات والمحاولة دايما لرصول لحلول وسط طبعا احنا لو بصنا على التالت أهداف الأساسية وتالت محاول الأساسية اللي قام عليها المنتدى وهو سلام وإبداع وتنمية طبعا السلام هو السلام بين الشباب السلام للمستقبل الإبداع هو إبداع الأفكار عشان كده احنا النهاردة كمان هيكملوا الورش التحضيرية الخاصة بالمنتدى اللي بعدها هيكون بداية من غدا الورش الأساسية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وهنتابع مع بعض على مدار الأيام الجاية والعودة ليك دمرة تانية يا حسين مشازل كل الشكر ليك يا كريم على كل هذه التفاصيل